طيب بيتسو موسماني اللعيبة وتعالوا نتكلم على الصفقات شوية بتاعت بيتسو موسماني اللي جابها او الصفقات اللي جات في وجود بيتسو موسماني معنا ان الصفقات جات في وجود بيتسو موسماني انه هو وافق عليها مظبوط؟ اكيد مظبوط تعالوا نشوف المغربي ببادر بنون لعب خمسين مباراة سجل اربعة وصنع هدف حصل عسوا بطاقات صفراء بلا بطاقات حمراء ولعب دقائق لعب اربعة الاف متين وعشرين دي اكيد صفقة نجح بدر بنون اكيد صفقة نجحة وربنا يشفيه ويرجع في اسرع وقت هو نزل قريدي التدريبات مع النادي الاهلي لويس ميكي سوني لعب 18 مباراة سجل 3 صنع 1 معادل دقائق لعب 712 هو غالبا اللي جابه بيتسو موسماني ومش مختنع به حتى جميع النادي الاهلي او معظم جميع النادي الاهلي مش مختنع به بيرسي تاو لغزة عامل زي موسماني بيرسي تاو بصراحة يعني لعب 26 مباراة سجل 8 اهداف صنع 6 ولعب 1896 دي بيرسي تاو يعمى مستوى في السماء يعمى مستوى قليل جدا بيرسي مويتاو صفقة كلفة الاهلة 3 ملايين دولار حسام حسن لعب 14 مباراة شارك السين في مباراة واحدة فقط والباقي كبديل سجل ما سجلش وما صنعش ولعب 238 دي وهو بيتسو موسماني من اختاره للاهلي وكان طبع متقلق جدا ما اسموها كريم فؤاد اللي كان جاي المفروض بديل لمحمد هاني وبديل علي معلول سواء الناحية اليمين او الناحية اليسرى لعب 12 مباراة لم يسجل ولم يصنع لعب 599 دي دي ارقام عامة يعني عشان اكيد في ارقام تفصيلية للمدافعين اكتر من كي بس هم نقول ارقام عامة عشان الاصد من الارقام دي بس الصفقات اللي جابها بيتسو موسماني احمد عبدالقادر لعب 29 مباراة سجل 4 صنع خمسة 1511 ده عائد من اعارة طبعا بعد ما تقلق كثيرا مع كابتن احمد سامي في اسموها عمار حمدي لعب 4 مباراة بس واصيب بعد كده ربنا يشفيه اصابة برباط الصديبي لعب 24 ديها فقط ايضا محمد عبدالمنعم لعب 15 مباراة سجل هدف ولم يصنع 4 بطاقات صفراء و1245 ديها ولولا تقلقه مع منتخب مصر وخلص كروش لبقى معارن من النادي الالي يعني امتدارش تقول انه اختار صفقة عظيمة بيتسو موسماني امتدارش تقول كده يعني ما فيش صفقة نوارت مع بيتسو موسماني هو باختياراته ممكن تكون اختياراته مش جيدة على فجأة فيه مدربين كتير في العالم ممكن يختار لعبين مش جيدين بس كإدارة فريق بيعرف يدير بس مش كل اللعبين تحديد للأجانب كمان ما ينفعش يبقوا مش اضافة للفريق مش اضافة للفريق